السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا اهلا بيكون في قناتي ماما في المطبخ يلا بينا نسمي اللهم ونشوف عملنا في الفيديو النهاردة النهاردة عملنا سنية كنافة لنشتريها بالغاني ونحن نقدر نعملها في البيت بمكونات بسيطة جدا شايفين شكلها عاملة زي القطعة بقطعتها مش هتكسف تاني ابدا انك تعمليها في رمضان قدام ديوفك شايفين شكلها خطيرة واللون الدهبي خطير خطير اول حاجة هنبتدي نعملها الشربات لازم الشربات يكون تقيل وبارد هنحط كبايتين من السكر وكباية ونص من الماء كبايتين من السكر وكباية ونص من الماء هستخدم الكبايات المعيارية ادي دي اللي مكتوب عليها 250 والتانية 125 يعني كباية ونص هتضيف كمان معلقة من عسل النحل او عسل الجلوكوز البديل ليه ولو مش عندك الاتنين مش مفيش مشكلة تقدر تستغني عن ارخاط وضري هتضيفي على طول اول ما يغلي عصير نص للمونة ومعاهم باكت من الفانيليا يعني نص معلقة من الفانيليا هقلب بشويش من غير ما اوصل للجناب علشان ما اسكرش معايا الشربات هضيفه على النار واول ما يغلي عشيل الريم بتاعه بالشكل ده وبعد كده هضيف له عصير نص للمونة وهضيف كمان باكت الفانيليا هسيبه كمان عشر دقايه يغلي على النار وبعد كده هطفي عليه عشان يديني قوامتي ايه بعد كده هجيب نص كنافها النص كيلو دوت كنت حطاه في الفريزر اول ما نزلته طبعا فرمته في الكبه لو انتي ما عندكيش كبه ما فيش مشكلة كسرية بايدك هيتكسر بسهولة حطيت عليه ثلاث معالق من السكر البودر ثلاث معالق كبار من السكر البودرة وحطيت كوباية من السمنة على زبدة سمنة على زبدة المتاح عندك سمنة على زبدة زيت على زبدة زيت على سمنة المتاح عندك استخدميه انا عارفة ان الدنيا غليت دلوقتي والحلويات بقت حاجة ندرة في قلب البيوت ربنا يا عنا يا رب على تنبيت اولدنا هفضل بقى افرقها بايدي بالشكل ده لحد ما خلي السمنة تتغلغل في قلب الكنافة مش هخلي حتة ما فيها السمنة بعد كده هوت هجيب اي سنية سنية دي 130 هدهنها زبدة او سمنة او اي مادة دونية عندك وبعد كده هفرش نص الخليط وهفرده بقلبها الراسة الفول ديت او بدهر معلقة بس المهم انك انت تفرديه كويس وتعملي طبقة ديسك كويس متماسك تمام هضغط عليه جامد وهعمله صور تمام كده لازم تعمليه صور علشان لما تيجي تدي في المهلبية ما تطلعش برا او تتحرق منك تطلع سوعة من الجناب لما تحطيها في الفرن لو وصلتي معي الحد هنا ما تنسيش معي ذكر الله الله هو اكبر والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آلي واصحابي اجمعين اللهم اميد اللهم اصلي عليك يا نبي هنا ابتديت اعمل الصور بالشكل دوت واضغط عليه كويس بعد ما هضغط على الجناب هبتدي اعمل الحشوة برضو اهم بالهراسة او مثلا بصنية اصغر منها تقدري تتغطي عليها على الدسك الاولاني بيها يعني المتحدك برضو استخدمي جيبي بقى اي حلة صغيرة او كسرولة ديفي فيها خمس معالق كبار هرميين من النشا النشا اللي هو الكورن فلاور وهديف كمان السكر والسكر هنا حسب الرغبة عايزة عايزة تزودي عايزة تقليلي براحتك تمام كده انا حطيت هنا معي اربع معالق من السكر لو انت عايزة تزودي براحتك ما تنسيش ان فيه عسل شربات وما تنسيش ان احنا حطين برضو سكر بودر تمام كده ضفت نص معلقة من الفانيليا السيلة عشان الفانيليا السيلة هنا بتدي ريحة اكتر واقوى من الفانيليا البودر لو متاح عندك تمام مش متاح ديفي عادي الفانيليا البودر وضفت كمان اربع كبيات لبن حليب كبار وهقلب على البارد كويس جدا وبعد كده هضيفه على النار مع التقليب المستمر عشان ما يحصلش معاك اي تكتلات هفضل اقلب باستمرار لحد ما يتقل معايا القوام ويبقى مهلبية هنزل على الدسك الاولاني للكنافة بالشكل ده وهساوي السطح وبعد كده هسيبها مدة لا تقل عن ربع ساعة على رخامة المطبخ لحد ما تاخد التبريد وتبقى معايا طبقة متمسكة اقدر افرد عليها الطبقة التانية ما تحطيهاش وهي سخنة كده تمام؟ طبعا الفرن لازم يكون مسبق التسخين يعني بكون مشغليه علشان يسخن ويحقق لي درجة حرارة عالية كنت مشغليه على 190 بفك بقى بقيت الكنافة لان عبال ما عملت برضو الطبقة الاولانية وسبتها شوية كانت تمسكت شوية الكنافة بتفكيها بضار المعلقة كده تفدري تفرقي فيها وبعد كده تفرديها على السطح بالشكل اللي انت شايفان بجد كانت سنية طحفة 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 ولازم الشربات يكون بارد وهي تكون طلعة سخنة يقبلوا بعضيهم تمام كده؟ هي سخنة والشربات يكون بارد تمام؟ حفرت بقى بالشكل ده برضو بدهر المعلقة وبعد كده هضغط عليه بالهراسة وأول ما تلعت من الفرن كان شكلها دهبيه خطير خطير طبعا بتسيبيها وبترق بيها لحد ما بتبقى دهبيه من الجناب والوش بتقوم يمطلعاه لو لقيت ان الجناب حمرت وهي لسه ما حمرتش الوش تقدر تشغالي الشواية عليها بس خدي بارك عشان ما تحرقش منك يعني كوني جنبها هنا الشربات حطيته بارد وتقيل تمام كده؟ حينزل عليها بالشكل اللي انت شايفيه هتتشربه وبعد كده هقطعها القطعة هتطلع بقطعتها لانها بردت معي برضو سبتها شوية عبل ما تمسكت وبردت وبعد كده بتدي تقطعها هتطلع قطعة شايفيني قطعة بقطعتها طلعة كاملة متكاملة مت هيقلي علشان تجيب سنية زي دي هتتكلفي الشيء الفلاني ويا سلم لو عندك سمن بلدي يبقى خطير خطير ريحة دي هتقلي بالدنيا لا تقولي لي طلعت ولا السعيدي ولا لابوار حاجة جدا خطيرة وطعمها جميل كل سنة وإحنا طيبين وأتمنى ما كونش طولت عليك الفيديو وتكون يستفدت لو لسه ما اشتركتش في القناة أتمنى اشتراكك لتجبير العيلة ولو لسه ما حطتيش اللايك فضلا وليس أمرا تديه في اللايك عشان يترفع الفيديو لأكبر عدد من المتابعين بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله